أكد وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك خلال مشاركته باجتماعات اللجنة الثانية في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على بند الهجرة الدولية أن المملكة في العقود الثلاثة الماضية أصبحت محل جذب كبير للعمالة الوافدة من الخارج والتي تأتي إليها بموجب عقود عمل واتفاقيات ثنائية تحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل حيث تستضيف المملكة ما يزيد عن 12 مليون ومائتي ألف عامل مؤقت من أكثر من مائة دولة يشكلون نسبة 37% من سكان المملكة وأعرب الوفد عن تقدير المملكة للجهود المبذولة من منظمة الهجرة الدولية والمفاوضية السامية للاجئين وجدد الوفد تأكيد المملكة أهمية تفعيل دور الحوار العالمي حيال الهجرة والقضايا المتعلقة بها وخاصة الهجرة غير الشرعية